اشتركوا في القناة فإذا عرفنا فضلهم فكيف نطعن فيهم أو نقبل الطعن فيهم وقد ذكر ابن تيمي رحمه الله فضل اليهود والنصارى على الطاعنين في الصحابة فقال سئلت اليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم قالوا حواري عيسى وسئل هؤلاء أهل البدع والرفض من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهاهم يطعنون فيهم في الفضائيات وهاهم يذمونهم وبذلك نعلم على ضوء هذا الفرق بين أهل الإيمان الذين يعظمون محمد صلى الله عليه وسلم ويوقرون أصحابه وبين الذين يطعنون في الصحابة ويسبونهم ويشتمونه ترجمة نانسي قنقر